السلام عليكم ورحمة الله ابنائنا الأعزاء مرحبا بكم في مقرر عمليات الفصل نتكلم عن الميكانيزم of separation حقيقة عملية الفصل تعتمد على ثلاث عوامل أساسية ثلاث خصائص لحدوث عملية فصل ناجحة هذه الخصائص قد تعمل مشتركة أو تعمل كل وحدة لحالها هذه الخصائص هي molecular property thermodynamic property والtransportation property أي من هذه الخصائص الثلاث يتم التغيير فيها من أجل الحصول على عملية الفصل فمثلا في حالة التبخير بنجد بأنه لدينا thermodynamic change في درجة الحرارة أدت إلى حدوث عملية الفصل بواسطة التبخير عملية الفصل بواسطة الفلتريشن مثلا نجد بأنه هناك entrapment يؤدي إلى فصل هذا المركب من المركبات الأخرى المolecular separation مثلا في حالة liquid-liquid extraction بنجد بأنه الفيد يحتوي على خاصية كيميائية هي عبارة عن الأفينيتي الإلفة تجعل هذا المركب يبحث عن certain compounds thus working towards its extraction هذه العمليات المختلفة هي الأساس في عملية الفصل فدائما ما نبحث عنه أي من هذه الخصائص هو الذي سيعطينا عملية فصل جيد ثم نعمل على تحسين العملية الفصل بواسطة تغيير ظروف تشغيل النظام من أجل تنشيط خاصية دون خاصية أخرى نجد بأنه هناك عوامل تؤثر على عمليات الفصل لا بد من مراعاتها وأخذها في الحسبان من هذه العوامل حالة الفيد من حيث التراكيز من حيث معدل السريان من حيث درجة الحرارة الضغط أيضا حالة المادة لها دور كبير جدا في المقابل بأنه اللامادة المطلوب سحبها لا بد من معرفة ما هي ظروفها ما هي مدى النقاوة بعض الأحيان عملية الفصل قد تكون مطلوبة بنسبة مئة في المئة فمثلا في حالة استخدام بعض مركبات التي تحتوي على مركب الأرسانيك وهو مركب سام جدا لا يمكن أن نسمح بوجود هذا المركب في العمليات الصناعية ذات العلاقة بالغزاء والصحة مثلا فلا بد من إزالة والتأكد من أن عملية الفصل تمت بكفاءة تصل إلى مئة في المئة من أجل ضمان جودة المنتج الضغط تساعد على تحديد آلية الفصل المناسبة لذلك المركب من المركبات الأخرى أو من العوامل الأخرى آلية الفصل كيف ستتم هل ستتم بواسطة الموليكيولر أفينيتي أم ستتم بواسطة الثيرمو دايناميكال بروبرتي أم بواسطة الترانسبورتيشن تحديد النوع الذي سيؤدي إلى عملية الفصل يساعد ويساهم في معرفة أفضل أسلوب لفصل المادة المحددة أيضا لا بد من النظر في عملية تطبيق عملية الفصل بكميات كبيرة بأحجام كبيرة تصاحب عملية scaling up the ease of staging of the process if you have number of stages this will require more expenses more infrastructure thus it will definitely impact your decision on what is the appropriate separation process to utilize the overall temperature and pressure and phases كل ما تعاملنا مع سوائل كان أفضل كل ما تعاملنا مع مواد صلبة كان أسهل التعامل التعامل مع الغازات يشكل صعوبة في تصميم الأجهزة وبالتالي تكلفة اقتصادية هذه النقاط يمكن ترجمتها في energy وال physical limitations والتحقيدات التي تصاحبها عند التكبير حجم المنشأة من lab scale to industrial scale وفي النهاية كلها تصب في الجانب الاقتصادي لعملية الفصل ترجمة نانسي قنقر